قال المرشح المبدئي سعيد جليلي أن الشهيد قاسم سليماني هو شوكة في عيون الأعداء وفي تجمع انتخابي في لورستان رد جليلي على المرشح بازشيكيان أن الشعب الإيراني لا يتساهل مع أي إساءة للشهيد سليماني الشهيد سليماني شوكة في عيون الأعداء ابن إيران أخضع العدو ورئيس جمهورية إحدى القوى العظمى اعترف رسميا بأن الشهيد السليماني كان كابوسهم الشهيد سليماني كان مخرزا في عينهم واليوم شعبنا لا يتساهل مع أصغر إساءة للشهيد سليماني العدو اليوم يعلم جيدا أن كل إيراني عازم على مواجهتهم وسيتصدى لهم ألف سليماني عازمون على متابعة طريق الشهيد رئيسي بكل قوة